سلام عليكم. شكرا بشمهانديسة لوي وكارما عن دواتة نعم الشير للشاشة نشاير كل حاجة تاير سكرين هو إن شاء الله الكورس بتاعنا بنحاول نحن في الجزء الأولاني هنركز على بيكتو بلوكس بيكتو بلوكس نفس الوجه بتاعت السكراتش ونفس كل حاجة في السكراتش لكن ليه إحنا مروحنش للسكراتش؟ لأن البيكتو بلوكس معتمد على سكراتش لكن هو مزود شوية حاجات فبعد ما خلص الحاجات الأسسية اللي يمكن إحنا خدناها قبل كده أو يعني متدرس في بعض المبادرات هنلاقي إن إحنا نقدر نتوصل مع حاجات كتيرة متعلقة بالزكاء الصناعي والروبوت وحاجات كتيرة طيب تعالوا كده نبص بس سريع عليهم لكن مش هناخدهم من الياردة يعني كل محاضرة كده نحاول إحنا ناخد واحدة فيهم ونركز فيها فيه مثلاً فيس ديكشن دي من ضمن الحاجات بتاعت الزكاء الصناعي ومهمة جداً دي من ضمنها مثلاً إن أنا أقدر أعرف هل الشخص ده حزين ولا فرحان ولا متوتر فدي مثلاً في الانترفيهات بتبقى موجودة بحيث يعرف الشخص ده هل مثلاً محتاجين نحنا نقول له خد استريح شوية لحد ما نكمل أه أه أبتكلم ما حد بعرف هو بتكلم في إيه فيه الوبشيك ديكشن دي ممكن اتدي له صورة وقول له خد الصورة دي قول لي إيه الحاجات اللي موجودة فيها العربية زيتية القيادة طول ما هي ماشية تمام؟ كل ثانية بتعالج كمية data واحد جيجا كمية data رهيبة جداً لذلك لو الانترنت ضعيف في المكان دوت ممكن العربية ايه بتخبط او بتعمل حوادث او كده فلازم بيعالج بحيث انه بيعرف فيه اشخاص ولا لا هل فيه لشارة حمره ولا خضره ولا صفره ممكن ننديله مثلاً صورة تعالوا نجرب الموضوع دوت هنجربه على شاتج بيتي انتو شايفين معاي الشاشة؟ اه طيب هرفع له صورة الصورة دي انا مرفعتهش قبل كده انا حاول اجيب صورة انا معرفش هو هيقول عليها ايه واسأله تمام؟ هرفع صورة كده من عند منع الجهاز وانتو لو عندوك اي صورة رفعوها لكن ما يكونش في صورة شخصية يعني محدش يرفع صورة الشخصية تمام؟ هرفع صورة مثلاً من عند منع الجهاز اهوت download اختار مثلا ايه؟ ده مثلاً كونن مسلا ممكن ارفع صورة كونن واشوف هيعرف كونن او لا خلينا ندور على صورة كده كونن خلينا ندور على صورة كده كونن خلينا نروح للبكتشور اعتقد هتلاقي عندي صور مباني مثلا ممكن ارفع صورة مبنى وقل له الصورة دي اوصفه لي خلينا مثلا الصورة دية الغرفة دي هقول له اوصف للصورة دي انا ما كتبتش كود وما كتبتش حاجة صعبة انا بقول له اوصف لي الصورة ولو كتبته له بالعربي بالانجليزي كتبته له بالمصري كتبته له بأي صيغة هو هيبدأ ان هو يفهم الفكرة تمام؟ بص تخيل كمية الدقة دي ان هو بيقول لي الصورة دي في غرفة معيشة حديثة والاساس بيتكون من قريقة كبيرة بلون فاتح مع وساط مزخرفة بالوان بنية وبيضاء رغم ان ده شغلي لكن لو قلت له اوصف الصورة هقول لك غرفة وخلاص مش هحط التفصيل دي كلها ده اللي الطاولة الارضية النوافذ الدكور الإضاءة التلفاز شرح كل حاجات دي بالتفصيل لو في غلطة اقول له لا خلي بالك ان مثلا ما فيش تلفزيون لو ما فيش تلفزيون اقول له لا خلي بالك ان ده تلفزيون ده شرح الكمبيوتر فيبدأ ان هو يطور نفسه ويتعلم انا معاذ ابني بيحب يعرف انواع العربيات وانا ما بيعرفش انواع العربيات فهو لو بيكون ماش في الشارع ويشوف عربية بيبدأ يصور اللوجو بتاعها ويعمل عليها سيرش ويعرف مثلا نواحة ايه بعمده امكانية ان هو يعرف انواع عربيات مثلا من نفسه في لعبة عجبته بس هو مش عارف اللعبة دي موجودة في اني كارتون فراح مصور اللعبة وخلى يتعرف عليه وقال له ده دي شخصية موجودة في فيلم كان اسمه اغنية او اغنية اجبنا الفيلم واتفرجنا عليه وانبسط جدا ان هو عارف يشوف الفيلم اللي فيه الشخصية دي اغنية فده من ضمن الحاجات اللي احنا هتفرم معنا كتير جدا هنا مثلا الشراب بتاعة الايد او شراب الجسم يبدأ ان هو يحلل الحاجة دي كده انا اقدر اتعرف على كل حاجة يعني انا بعد كده اربط ده بالقامرة بتاعة المرأبة فقامرة المرأبة تبدأ تكتشف حاجات كتيرة انا ما كنتش اخد بالي منها مثلا ان فيه واحد داخل مثلا ومغطي وشه فممكن يكون فيه حاجة مريبة ممكن فيه مثلا واحد داخل وفيه انتفاخ مثلا شبه مسدس مثلا في الجيب فيبدأ ايدي انزور او فيه واحد داخل بيتلفك كتير او مثلا في حمام السباحة وده اتكلمت عنها قبل كده بيصور الناس كلها مثلا لو واحد بدأ ايعمل حركات سريعة جدا في حمام السباحة يبدأ ايدي انزور تمام واحد مثلا بقاله كتير في حمام السباحة متحرقش فيبدأ ايدي انزور بالشكل ده الماشين ليرننج ان الكمبيوتر كل شوية ابدأ اعلمه يعني على سبيل المثال ابدأ اوري له لوجي وكرمة اوري له سور لوجي كتير وصور كرمة كتير واقول له فرق بينهم فيبدأ ان هو يفرق بينهم وده حصل عندي بنتين لين وتاليا كده ورد صور دي وصور دي وبعد كده ورد له صور دي الواحد ديها وصور دي الواحد ديها كل واحدة من دول إن شاء الله نتكلم عنها بالتفصيل بس بنحاول نتخيل إن الحاجات ديت بيت سهلة جدا إن أي حد سنه صغير بس بيحب العلم يقدر نواة يعملها والموضوع سهل جدا هو بسيط فيه اللي هو النواة يفهم الصوت يعني أنا أتكلم هو يبدأ يكتب الكلام بتاعي يعني إحنا في الميتنج دلوقتي لو شغلت البرنامج دوت أول ما نخلص يقول لي فيه واحد اسمه عمر قال كذا وكذا 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 تمام؟ ويقول لي القرمة ده هو أتكلم عنك أو أو جابس باسمك في ديها رقم مثلا تلاتين في تدارة ترجع لها فدي كلها حاجات ممتازة جدا تكنولوجيا عالية جدا وكان زمان عشان نعملها محتاجين فلوس كتير جدا ومحتاجين برمجة وممكن واحد يقعد مثلا عشر سنين يبرمج فيها دلوقتي بقى خلاص الموضوع بسيط جدا وسهل عندنا حاجاتين محتاجين فلوس ومحتاجين نوعات ومحتاجين سواء؟ لا لا مش محتاجة فلوس خالص مش محتاجة تكتبي كود لا ممكن زي موضوع بلوكس بتحط مقعبات كده جنب بعض خلاص بقت معاك الحاجة دي بتحتك نمتدرس تعملي بها لعبة النهاردة هناخد حتة كده في الآخر ازاي اللعبة دي احولها لملف تنفيذي ينفع اديها لوحدة صاحبتي تلعبها يعني انا دلوقتي عملت اللعبة وعايز اديها لحد الطبيعي ان انا ممكن اشيارها وقول له خد اللينك ده ادخل على اللعبة دي لعبها بس هالعبها فين؟ على سكراتش او بكتوب لوكس لا انا عايز احولها للملف او اي ملف ينفع ان انا بعته لحد صاحبي او حتى ان انا اقدر ابيعه اديه لحد مقابل فلوس ويشتغل عليه من غير ما يفتح سكراتش ولا حق خالص كي انه برنامج معمول بلغة سي شارب او الفيشو البيزيك او بايسون دي ممكنة طيب يعني ايه يعني ايه شغله من جهة يعني مجرد هيدوس عليه دابل كليك اه يعني هوريك الاتنين هوريك زي ان انا لما انت دلوقتي عملت اللعبة وعايزت تبعتيها الواحد صاحبتك طب هتبعتها لها ازاي؟ هنشوف ازاي تبعت لها حاجة اول ما تفتح هيفتح معها سكراتش طب قدر هيا ما بتعرفش سكراتش هل تتعلم سكراتش عشان تلعب اللعبة؟ لا انا ممكن اديها ملف اول ما ادوس عليه دابل كليك يروح شغله على طول تمام؟ يعني انا عملت اللعبة وعايز اللي هناك اول ما يدوس عليه مالوش دعب بالبرمجة ولا حق خالص لا هو يوزر عادي فاول ما يدوس دابل كليك يفتح مع البرنامج ويبدأ ان هو يلعب اللعبة ديت ماشي؟ هنشوفها مع بعض دلوقتي نهاردة ان شاء الله نشوفها مع بعض طيب انا سعيد جدا بالمدخلات بتاعك والاسئلة دي ادي انا بستفاد منها وبتعلم منها وبكتبها بحيث ايه باخد بالي منها في برضو كمبيوتر فيجن كمبيوتر فيجن ده ان هو ممكن ادي لكم ميت صور كتيرة جدا لاطفال تائهين و ادي له صور ناس بيقولوا انهم لقوا اطفال او اطفال ضعك منهم وهو يبدأ يحلل ملامح الوجه و يشوف المسافة بين الاعين ولون العين ولون البشرة و كل حاجة يقول لي ده هو ده في ناس تاهم من بعض يبدأ يوصلهم ببعض او مثلا في انا صورت صورة مع اصدقاء فيقول لي فلان ده يعمل صورة عليه و يقول لي فلان ده هو الدكتور فلان او المهندس فلان فيبدأ ان هو يسهل عليا ان انا ممكن مكونش اعرف الشخص دوي في الوجوه بس في كل حاجة كوميوتر فيشن ده ده علم الواحده في الناس بتعمل فيها رسالة دكتوراه بشكل كبير احنا هنأخذها بشكل سهل جدا و وسيط كل حاجات ده هنتكلم عنها والحاجات ده سهلة جدا و وسيط في عندي حاجة اسمها تأ okeتؤية او 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 اي اار لان انا عندي اي ورقة ممكن يكون مكتوبة بخط الايد يبدأ ان هو يفهمها ويبدأ ان هو يكتبها لي على الكمبيوتر يعني انا ممكن يكون عندي كلام مكتوب بخط اليد بيش بالكمبيوتر او مكتوب بالكمبيوتر يبدأ ان هو يفهمه ويبدأ ان هو يدهه لي مكتوب او مترجم زي ما نعيز وممكن نحطها في الكاميرا بحس الكاميرا المرأة باي عربية بتعدي يبدأ يدرك الارقام ويبدأ يحللها ويبدأ يعرف كل حاجة في عندنا اي ثاني في عندك يو ار كود سكانر لو عندك يو ار يبدأ ان هو يعمل سكان دي احنا اللي هنبرمجها احنا بقينا مبرمجين يعني ايه برنامج قولنا يعني ايه برنامج كارما كارما او لوجي كبيرة قولنا لوجي يعني ايه برنامج يعني قبل جيش حاجة بعملها بـ تاخذها وتفيد الناس وكدا ايوا زي مثلا برنامج الرسام برنامج الرسام بيضيل ضيلي ما تحزك ده او زي برنامج الرسام بنفس هو مضبوط ممكن أن البرنامج دوت يكون برنامج زي برنامج الرسام او برنامج الورد او برنامج الفيديو او المتصفح اللي هنت énormة من خلاله او برنامج ميت. كل دي برامج. بواحد تاني هو اللي عملها. واحنا بقى نايزر لها. احنا عايزين بقى لناخد خطوة واحنا نعمل برامج. وبعد كين نشاركها مع الناس والناس تانية هي اللي تلعبها. فاحنا البرنامج ده هيبقى فيه كل اللي احنا بنحلم به. يعني اللي عمل برنامج مسلا اللي هو الرسام. عطي حاجات بسيطة معينة هو عايزها. طب في حاجة معينة انا عايزها بس مش موجودة. قدرنا نعمل برنامج بتاعي اللي فيه الحاجة دي. ممكن مسلا البرنامج ده معمول بلغة الانجليزي. انا اخليه بالعربي. ممكن البرنامج دوت يعني فيه حاجة بش مدايقاني. قدرنا نعمل حاجة اللي انا بحبها. طيب. فيه حاجات بقى ايه? الفيزيا. الفيزيا هو علم بيدرس حركة الاشياء وهكذا. فالفيزيكال دي مسلا الحاجة وقعت زي الطفاحة مثلا. فهو يبدأ يدرس الحاجات دي. هتبقى تأثيرها عاملة ازاي ويدرس الجاذبية ويدرس الحاجات دي كلها. دي برضو من ضمن الحاجات اللي احنا هندرسها بشكل حلو على بيكتوب لوكس. وبعد كده هندرس على برنامج تاني. تمام? البرنامج اسمه قودو. ده ان شاء الله هندرسه. ازاي ندرس حركة الاشياء مع بعض. يعني لو حاجة واعد على حاجة صلبة. او واعد في المية. هتبقى عاملة ازاي? طيب. فيه عندنا مثلا القلم لو احنا عايزين نرسم. فيه انترنت اوكسينجس. انترنت اوكسينجس ده عالم كبير جدا. على سبيل المثال. كل حاجة في البيت بقى متوصلة بالانترنت. يعني التلاجة متوصلة بالانترنت. فاوتوماتيك هي لو لقيت ان فيه اكل معين ناقص انا بحبه. تروح بقعت لسور ماركت تقول له انا عايز الحاجات دي. ممكن انا اصور في التلاجة واقول له ده انا عملته قبل كده. كنت جعان وانكسل انزل بالليل. فاروحت مصور اللي في التلاجة. وانتقول له دي اللي عندي. ايه الاكلة اللي ينفع تتعامل بالمكونات دي. فهو قاعد يحلل وقالني انت عندك دي وعندك كذا وعندك كذا. ينفع تعمل مسلا الحاجة معينة. تمام? وفيه حاجات تانية كتير جدا هنبدأ ان احنا نشوفها مع بعض وهتلاقيها سهلة جدا. مجرد ان احنا بنوصل بلوكات بسيطة مع بعض. ماشي? طيب. خلينا نشرح كده الوجهة. وبعد كده هنشوف ازاي نغير الخلفية. وبعد كده هنعمل برنامج كده بسيط جدا سهلين. هيعجبكم ان شاء الله. طيب. اول حاجة عندي هنا فايل. فايل يعني ملف. يعني انا مثلا بعد ما اشتغلت شوية عايز ابدأ واحد جديد. هقول له نيو. نيو معناها ان انا هيلغي كل حاجة وابدأ من البداية خالص. يعني لو انا كنت احطت اي حاجة هنا بلوكات مثلا هنا. هو ايه? نيو معناها الغي. وفتح لواحج جديد ما فيهوش احاج خالص. تمام? هو اول ما بيفتح بيديني ايه? اربع حاجات. البلوك كود ده اللي هو ايه البلوكات البسيطة. البيسون دي بعدين هنخدها لغة برمجة كوية جدا يعني كل حاجة تقريبا دلوقات بيتعمل بالبيسون يعني حتى الاكمار الصناعية اللي بيبعتها الفضاء بيبرمجها بالبيسون. الذكاء اللي صناعها بالبيسون. والماشين ليرننج انفايرومينت ده بس مش موجود اونلاين. موجود فين? موجود على الكمبيوتر عندنا. طبعا عندي على الكمبيوتر. دي الواجهة بتاعته. طيب. تعالا نكمل. وفي حاجة اسمها اجمان تدريالتي ان انا بعمل بيئة وحس ان انا ماشي جوه المكان دوت. تمام? ايوة. ايوة. ايوة فضل. فهو احنا هتعلم ده. اه ان شاء الله. لو عايزين تتعلموه ممكن نتعلم فيه زي ما انتم عايزين. عايزين نبدأ بداية صغيرة ماشي. عايزين ندخل ونتعمك فيه مفيش مشكلة خالصة. لكن في الاغلب حسب السن اغلبية الناس اللي معاناها. لو لانا اغلبهم مثلا فوق العاشر سنين ممكن ندخل في البيسون. لغة سهلة. لانهم اهل ممكن نكمل شواه في البلوكس لحد ما تشبعوا بالبلوكس. ونبدأ ناخد البيسون. البيسون من اسهل اللغات اللي ممكن واحد تعلمها. ماشي? فانا المنهج معي مارن شوية. زي ما انتم عايزين. 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 فوق العاشر سنين. يعني الكرما عندها 18 سنة. ولوجي عندها 14 سنة. ماشا الله. هو محمد بس اللي بينضم ليهم زوير. اه هو عنده ست سنين او سبعة سنين. هو قاعد براك معهم بيسمعهم الزوير. ماشا الله. هو بيوجب بالبلوكس. اه خلاص احنا. اه خلاص احنا. اه ربنا بركتي. عليش. اه هناخد بلوكس شوية لحد ما اه محمد يكبر ان شاء الله. وانه يدخل بقى في البيسون بإذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. الله يا شكرا. ربنا بركتي. طيب. فين عندي حاجة اسمها لود فروم ماي كمبيوتر. يعني انا عندي الملف على كمبيوتر. واحمله واشتغل عليه هنا. هقول له لود. واحمل اي ملف يكون عندي شغال آآ آآ سكراتش. او شغال آآ بيكتو بلوكس. يعني خلينا اقول له مسلا دي الملف هو. هختار الملف مسلا جو. هيبدأ يحمل ملف. يعني انا اكون شيء مبار ما حاجة عندي على كمبيوتر. وهبدأ ان انا ارفعه. طيب. ممكن اجي هنا. وقول له ايه? سيف. يعني سيفلي الملف ده على كمبيوتر عشان مسلا عايز اكمل عليه في وقت تاني او اكمل عليه على كمبيوتر. فيسيفه لي بامتداد اسمه اسي بي سري. في حاجة اسمها فايل شيرينج. فايل شيرينج ده. يبقى انا هشاير الملف ده مع حد من الاصدقاء. بس لازم يكون هو بيعرف سكراتش او بيعرف بكتوب لوكس. دي الترية الاولينية. ان انا هشايره مع حد. بص هشاير ازاي. لهم ما اديه له الملف ده. اللينك ده. تمام? يعني اللينك ده خلاص هو يبقى فاهم الملف دوت. او دوت يعمل له سكان فيفتح معاه. يفتح معاه الموبايل يفتح معاه كمبيوتر ده ما هو عايز. فانا كده الملف دوت اقدر شيره. بس لو حد ما عندهوش سكراتش او ما عندهوش بكتوب لوكس بش يفتح معاه نهائي. لازم يكون هو فاهم وبيعرف يشتغل عليه. طيب. بعد كده هاجي هنا فايل. واقول له اوبن فايل فروم لينك. ممكن يكون حد باعتي اللينك اللينك اللي انا لسه ايه كنت عايز ابعته. اروح حط هنا بست لينك. واقول له لوت فايل فيبدأ ان هو يفتحه معاه. يبقى كده ايه? اقدر ان انا اشتغل على الكمبيوتر او اشتغل على الانلاين وابدل بينه وما فيش اهم شكل خالص. وعندي هنا كيو ار يعني لو انا عندي حد باعتي لصورة كيو ار هبدأ اعمل لها سكان. وابدأ ان انا حملة عندي على الكمبيوتر. وفيه اكزامبل. اكزامبل يعني امثلة كتير جدا تقدر ان انت تختار منها. تمام? فيه حاجات اسمها اردينو. اردينو دي هناخدها عندي حاجات اه افتح الكاميرا. ماشي. اردينو دي سهلة جدا وسعرها كويس. خلينا افتح الكاميرا واري كل اردينو. ليس الالم tembloît Ooh boom 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 oh there's even a mirror here. الكاميرا استغلت. الكاميرا تعادت عندك فيتك كاميرا شافت عندك فيتك لا لا كانت يصير كاميرا طيب خلاص هبا شاير صور بتاعت الأوردينو هو جهاز صغير خالص بس بيعلمنا ازاي ان احنا بس ان برمج بوردان برمج حيات كويس خلينا اجيبها انا شريع عندي اهو ثانية واحدة دي دي تقريبا بمت ريال او مدية وعشرين ريال ممكن تطلبها من اي حتة تمام بس بش دلوقتي يعني لما نيجي عليها ساعتها ممكن تبرمج اي جهاز انت بفكر فيه يعني عايز تبرمج روبوت تبرمج حاجات دي الحاجات دي كانت غالية جدا لكن هما قدروا ان هما يعملوها بشكل كون سعره معقول ماشي هابعط لكم الصور بتاعتها على تليجراف تمام؟ زي ما انتشاه في حتة كتير قوي فيه حاجات مثلا تبرمج روبوت تمام؟ من خلال الموبايل بتبرمج حاجات كده تمشي بها وتحرقها وهكذا طيب عندي هنا اديت مجرد ان انا اعمل تراجع او تراجع عن التراجع undo و redo undo يعني بارجع عن اخر خطوة redo بارجع عن تراجع اخر خطوة يعني الحاجة اللي انا كنت عملتها ترجعتلي tutorial دي شروحات تقدر ان انت تشوفها بحيث مثلا لو انا عايز اعمل اسم بيتحرك عايز ينط يبدأ يديني كود ويشرحولي board دي لو انا عايز ابرمج حاجة من دول ده الوردينو اللي عندي دي شكل اللوحة تمام؟ بارمجت سهل جدا وتوصله وتقدر تقول له مثلا خلي اللونة ايد تدفي ايه يبقى عندك واحدة مثلا زي شرط المرور ابسط حاجة اللونة احمر واخضر واصفر ويبدأوا ينوروا بالتتابعة وبحاجات زي كده او ممكن تبرمج ساعة مثلا ده هنا مثلا connect لو انا موصل حاجة اللي موصل الجهاز بتاعي هيبدأ يلقط ويبدأ ان هو يتعامل معي طيب تعالنا بقى نشوف بقى لو احنا عايزين نرسم خلفية لو جينا هنا عندي الخلفية انا ممكن نرفع خلفية من عندي ممكن نكون عندي خلفية ابدأ ان نرفعها او اقول له surprise يعني اختار لي انت اي خلفية بدل خلفية البيضة دي اختار لي انت اي خلفية او اقول له بنت بنت يعني هبدأ ارسم ماشي طيب خلينا نختار مثلا خلفية ديت بص هو اختارها كده عشوائي الشكل دوت احنا عايزين نبدأ احنا نعمل خلفية مع بعض ايه رأيكم نعمل خلفية مثلا عالم فلسطين تعالوا نعمل عالم فلسطين ماشي خلينا اجي هنا وقل له كاميرا يبقى انا اشغل الكاميرا upload surprise bent ماشي طيب هنا ممكن نلغي اللي موجوده طيب هنا عايزين احنا بقى نرسم نرسم ايه بقى ممكن اقول له مثلا اعايز المربع ده وهرسم من هنا لون مثلا اسويت ماشي اه بالشكل دوت تمام طيب وهرسم اخضر دي عبارة عن الالوان اهيه اختار اللون اللي انا عايزه وهنا التشبع بتاعه وهنا درجة اللمعان اللي انا عايزها ورسمت اللون اللي اخضر بالشكل دوت ايه لون فيهم لو وفتع عليه تقدر ان انت تعمل عليه select وتعدل فيه بطريقة سهلة جدا طيب اخر واحد بقى عايزين نرسم اللون الاحمر فهاجي هنا واختار من هنا مثلا هرسم ايه مثلس واعلم من النقطة دي للنقطة دي ومن النقطة دي لازم اوصل ايه اللي انا نقفله وبعد كده هقول له fill املالي واختار بقى ايه اللون الاحمر انا بقى تقدر تختار درجة التشبع زي ما انت عايز اهي طيب احنا كده عملنا الخلفية فلما ارجع لل block تمام الاقي الخلفية بتاعتي اللون الاحمر اهي تبدأ تظهر معايا طيب لسه متكون عايز ايه يتحمل ده اللي stage طيب ممكن اجي هنا واقول له event يعني حدث يعني اول ما اضغط على كذا اعمل لي كذا لو انا واقف على ده يبقى انا كده ببرمج الخلفية ديت ممكن اقول له ايه خلي الخلفية الخلفية رقم فلان switch background to الخلفية رقم كذا طيب هنا الخلفية وممكن اللون ده اقدر ان انا اكبر فيه او صغر فيه يعني النقط دي ليه ان انا حق ان انا اعدل فيها لو انا عايز مجرد ان انت اتواف هنا وتعدل كما انت عايز شوف انت عايز ايه انا خلفية اول ما ادوسي بده انه يغير رجل خلفية كما انت عايز ايه انا خلفية منتع ممكن اقول له مسلا ده انا لو انت عايز تختار خلفية ممكن تقول له انا عايز مسلا خلفية جاهزة من دول زي مثلاً ديت. يبدأ يحملين خلفية تانية. يبقى عندنا اكثر من خلفية. بحيث ان احنا نغير من خلفية للتانية. طيب يبقى احنا عندنا خلفية ديت وعندنا الخلفية ديت. في اعلامة هنا ان في مشكلة في تحميل الصورة. تمام? هنا في اعلامة كده ان في مشكلة في انها تشتغل. طيب خلينا اعملها على الكمبيوتر عندي. نحاس ايه? نتجنى بالشكل ده. طيب تعال نجي هنا. هاجي هنا على بلوك دروب. وهبدأ ارسم زي ما شفنا المرة اللي فاتت. اللون الاسويد. اه. وبعد كده اللون الاخضر. دي اللون الاخضر. اه. لأ. اه. اللون الاخضر حوت. وبعد كده اللون الاسويد. وبعد كده هنرسم باللون الاحمر. اهو. بدأ ان هو يظهر. كان فيه مشكلة في المتصفح نفسه. ممكن عشان مش اغل كذا برنامج. اهو. وبعد كده هقوله اهو. نرجع بقى كده للبلوك بتاعنا. هلاقي حتى هو عالم فلسطين. طيب. بعد كده ممكن اجي هنا واقول له ايه طب انا عايز ازود اه خلفية بحيث ان احنا نبدل بينهم. فاقول له هنا. انا عايز خلفية مثلا. منظر طبيعي. بالشكل دو. يبقى انا عندي الاتنين موجودين. طيب. هاجي هنا. عايز اقول له اول ما تبدأ. اروح للخلفية دي. طيب. هنا هقول له ايه. انا عايز افنت اول ما تشتغل. غير الخلفية. ماشي. اكون وقف على الخلفية. واقول له. switch back to blue sky. او ال next. بص كل ما هتدوس. هيغير الخلفية الخلفية الثانية. طيب انا عايز اول ما يدوس يستنى ثانية ويروح لحاجة ثانية. يستنى ثانية احنا قلنا ايه? wait one second. يستنى ثانية وبعد كده ايه? يغير خلفية. اول ما تدوس. هو بقى اوتوماتيك يغير خلفية بس يستنى ثانية عشان نتأكد. نشوف يعني يبقى فيه شاشة تربحية. الشاشة بتقول لك اهلا بكم وبعد كده يروح للشاشة الثانية. طيب. تعالوا بقى مبرمج. الشخص ده عايزه يتحرك. من خلال الاسهم في الكيبورد. تمام? فانا عايز اقول له ايه? event. وعايز اقول له اول ما حد يدوس على السهم اللي هو لفوق. او خلينا دلوقتي مثلا ايه? لليمين. اول ما يدوس السهم اللي يبدأ انه يتحرك. طيب. هقول له يتحرك. يتحرك. اهو. موف يتحرك عشر خطوات لليمين. تمام? طيب. نجرب. اول ما دوس الليمين بيتحرك اهو. طيب. للشمال لسه ما برمجتهوش فانفيش حاجة خالص. طيب. عايز اقول له برضو يبص انا ناحية. يبص انا ناحية. هو مفروض هنا مثلا يبص زوى تسعين. طيب. خلينا ناخد دي كده كوبي. انا كده عملت اليمين. هقول له بقى اعمل الشمال. واقول له الديريكشن بتاعي. يبقى الناحية دي. طيب. نجرب. اهو. قلب الراجل خالص. اهو. ده شمال وده يمين. تمام? احنا غيرنا الزوى بتاعته بحيث ايه? يبقى منتاجها ناحية دي. وممكن حتى نغير الشكل بتاعه او نعمل. يبقى فيه شكلين. سهل نحن نبرمجها. طيب. خلينا اقول له اه. كل دي حاجات انت بتدر تختارها بحيث ان انت. مسلا اول ما يوصل للحفة يقلب. تمام? يعني لو هو وصل كده للاخر. يغير اتجاهه. ماشي? دي اسمها اف اون اتش. يعني لو وصلنا للحفة. هي في ناحية تانية. طيب. آآ خلينا نعمل ايه تاني? آآآ نيكست ااة ا retain يعني لغير شكله. دي هتلاقيها في اللوق. ما انه ها. اه ه هوا عساس تحس بالموضوع من شخصين او الرجل بتاعته بتقلب. نكست اتقلjd بص في شخصيتين لو دست على الشخص ده ودخلت هنا في الكوستيوم هتلاقي عنده كذا شخصية فهو لما رجليه بتتحرك لما ابدأ اقول له ايه اروح للشخصية التانية بالشكل ده طيب عايزه لفوق والتحت هاخد ده كده كوبي واقول له السهم بتاع اب خلي بقى الديريكشن بتاعه ايه لفوق ها هيمشي كده طب والتحت داون اه ابدأ بقى اغير الديريكشن بتاعه وخلي لي ايه لتحت طيب يبقى انا كده اول ملعب سهم التحت اهو سهم كده يمين سهم الفوق سهم الشمال زي ما انا عايز فهدي الفكرة ان انا قادر اعمل البرنامج اللي انا عايزه بيش لازم الدب دوب دوت احنا ممكن نقلف احنا شخصية اه سلحفة ارنب جمل زي ما احنا عايزين ونخليه يبدأ ان هو ايه يتحرك معنا في اي مشاكل لحد كده في اي مشاكل لا طيب انا عندي هنا مثلا حاجة اسمها ريبيت ريبيت مثلا ايه بدل ما كل شوية اقول له قرر الحاجة دي كزا مرة اقول له ايه قرر لي دي مثلا عشر مراتي باول ما هدوس بس ايه مرة واحدة هلقيه تحرك عشر خطوات انا هدوس تدوسها واحدة وهو ايه بيخليه تحرك عشر خطوات دي دي بتبعها كويسة بدل ما انا عود اعمل حاجة مانوال هو يبدأ ان هو اعملها طيب ممكن مثلا اه نشوف فكرة ان انا انا دلوقتي ممكن اخليه اتكلم وممكن اخليه يسألني سؤال وانا اجاوب عليه يعني عن سبيل المثال خليه مثلا ايه في ال event اول ما ابدأ هيقول لي كلمة هيقول لي مثلا سي هلو اول ما هبدأ قال لي هلو طيب انا عايزه يسألني انا اسم ايه فانا هقول له ايه اسألني اسألني دي بقى نجيبها منين انا عايزه يعني ايه هو معرفش اسمي فهقول له ايه اسم اسأل هي اسأل وحط لي الاجابة هنا تمام دي حاجة مهمة جدا ان هو عايزه يقول لي مثلا اهلا بك يا عمر فانا اقول له ايه اكتبها بالعرب وينفع بالانجليز ايه اللغة انت عايزة ما اسمك تمام يبقى الاسم اللي هيجي هيتحط لي هنا في انصر طيب هاخليه يقول لي هلو انصر يعني ايه يعني بدل ما اقول هلو هيقول انصر تعالوا نجرب ونفهمها تتعامل ازاي وينفع ان احنا نحسنها يعني اول ما اشتغل قال لي ايه ما اسمك ليه هو بمشي بترتيب اول حاجة اسك ما اسمك الاسم اللي انا هدوله هنا هيكتبوا لي لمدة ثانية طيب هقول له مثلا انا اسمي عمر فراح اقيل لعمر بس مش حاسسها برضو يعني انا قلت له اسم عمر رد قال لي عمر لا انا عايزة اقول له انا اسمي عمر فيقول لي اهلا بك يا عمر طيب هنروح بقى الحاجة اسمها اوبريشن اوبريشن دي اللي هي العملات الجامع والطارحة والحاجات دي كلها فبلاي عندي حاجة اسمها جوين ماشي جوين ممكن احط حاجة وحاجة هقول له هنا اكتب لي مرحبا بك يا واسيب مسافة وهبدأ اخد جوين دي وحطها في السي وابدأ اشغل بيقول لي اسمك ايه هقول له كارما ودوس انتر تمام طيب اوه ما قالش حاجة ليه طيب عمر مرحبا بك ما قالش حاجة ما قالش حاجة مرحبا بك لا يوجد انتر مرحبا بك ما قالش حاجة لا يوجد انتر هعمل مرحبا بك يعني متغير يعني حاجة بالسلطة هقول له اعمل لي متغير مثلا string كلام اسمه نيم كده انا عملت متغير يعني بدل مكتب اسم لا كتبته بالشكل دوت اللي هو نيم هنا ماشي هقول له ايه النام دي بتساوي هقول له خليلي النام بتساوي الانصر تمام وبعد كده هقول له حط لي هنا وحط لي النام ديت ما كان قابل طب تعالوا نجرب كده كارما اوه مرحبا بك يا كارما يبقى انا كل انا عملته ايه حطيت متغير بياخد الكلمة ويبدأ ان هو يحطها لي تاني يعني تعال لنفهم الكود دوت اول حاجة اول سطر ما اسمك اسمي ايه اه كارما ودوس انتر فهيقول لك مرحبا بك يا كارما ماشي ممكن تبدلهم مع بعض يعني ممكن تخلي مرحبا بك هنا وهنا تكتبها كده عشان بس فكرة العرب والانجليسي فانا ايه خدت الانصر وحطيتها في متغير اسمه نيم والنيم ده حطيته في قلب الحاجة اللي هيقولها فكده بالبرنامج الصغير ده بقى عندي ايه اقدر سايف الاسم محمد مثلا هيقول لي مرحبا بك يا محمد فاللي احنا عملنا كود بسيط يقدر ان هو يسألنا عن الاسم ويبدأ يرد عليها يمكن تسأله مثلا عن الجنسية بتاعتك هل انت مصري او سعودي او ليبي اي جنسية او تسأله عن العمر ويبدأ ان هو يحسب بعض الحسابات بتاعته تمام فدي كده ايه بداية ان احنا بدأنا نفهم فكرة البرمجة طيب خلينا نعمل حاجة تانية برضو مع بعض ان انا عايز اعمل اعرف قاعدة مهمة اللي هي قاعدة اف تمام قاعدة اف عبارة ايه لو الشرط تتحقق اعمل الحاجة دي لو متحققاش متعملش الحاجة دي يبقى انا هقول له ايه لو وهقول له بقى ايه لو الاسم ده بيتساوي كزا خلينا نتخش كده على الابريشن وهقول له ايه لو المتغير ده تمام بيساوي كزا يبقى انا هقول له انا هو يسأل ويتأكد من الاسم مثلا بيساوي احمد او محمد او كاسم محمد محمد او ك鉅ات المتغير إذا كانت الأنصر تساوي يعني لو وديته اسم غير محمد بش هيوافق لازم محمد طيب خلينا ندلو كده ايه المتغير اللي اسمه محمد ونشوفه هيفامه ولا طيب نشغل اول سطر بيسألني ما اسمك فهقول له محمد قلي مرحبا بك يا محمد طيب هقول له اسم تاني غير محمد ونشوفها يعمل ايه عمر مردش عليا قاعدة اف معناها ايه ان فيه شرط لو تحقق نفذ الحاجات اللي جوه لو ما تحققتش ما تنفذ حاجة خالص دي مهم جدا قاعدة اف دي موجودة في كل لغات البرمجة بايسون بكل حاجة اللي هو ايه انا مسلا اسم وباسورد لو وديتني الاسم والباسورد صح هدخلك على الموقع لو وديتني الاسم او الباسورد غلط بش هدخلك على الموقع فدي مهمة جدا ان هو دلوقتي عملي زي باسورد لو انا بديت لحاجة معلومة غلط بش هدخلي لو انا بش صاحب المشروع بش هدخلي وتحط قاعدة اف دي من القواعد اللي مهمة جدا لان انت ستشغل بها على طول كده ناخد اول سطر سطر اسك هيسألني اسمك ايه الاسم اللي هدهوله هيحطولي في حاجة اسمها النيم وبعد كده يشوف النيم دي بتساوي محمد لو محمد هينفذ لي القاعدة دي لو غلط بش هينفذي طيب خلينا سايف الملف دوت واشوف ازاي اخليه ملف ايكس ايه هقول له سايف كده سايفه عندي على البرنامج بس انا عايز او اس بي سري تمام هنسمي ايه هنسمي مثلا النيم الاسم وعايز اعملوا ملف ايكس ايه ملف ايكس ايه بحيث ان انا لما ادوس عليه يشتغل على طول طيب تعال بقى نشوف كده دول موقعين الموقعين دول يعني بساط جدا كل الحاجة ان انا هتديله الملف واقول له شوف الملف ده انا عايزه ملف ايكس ايه فبيسألني هل انت عندك ملف ايدي ملف يعني هتديله مثلا ايه المسار ده كله كده هاخده كده كوبي تمام وابدأ الدهول يعني هتديله المسار اللي هنا تمام او هارفع له ملف هقول له فايل وقول له شوف فايل وارفع له الملف اللي انا لسه عامل دلوقتي اللي اسمه نين تمام طيب هقول له ايه هايبدا باقي يقول لي ايه انت في شوية امكانت ممكن تعملها هل انت عايز هايكو والتي للقلم هل انت عايز تحط خلفية يعني ممكن تحط خلفية اسم الملف ايه تمام الايكون يعني شايف الايكون هو ما حطت الدبدوب ده هل انت عندك صورة تانية بدلها طيب هو لسه بيحمل يعني البرنامج اللي انا عملته ده لسه بيفتح على ما يفتح ممكن تكتب له كلمة تمام هكتب له مثلا ايه ازكر الله مثلا ماشي او ممكن تدي له صورة يعني اول ما يفتح يدي له صورة مثلا سورة المدرسة لحد ما يتحمل يعني هم بيقعد يتحمل ثانية تقريبا ويروح فتح له الحاجة ده طيب ممكن اختار الوان بقى اللي انا عايزها تمام طيب بشكل الموس هاي بعمل ازاي كل ده وبعد كده اقول له ايه باكش او تقول له بريبيو بريبيو هاتشوف باكش هاي بدا يدي لي ملف ايكس اي ينفع ان انا اديه لحد مصحابي واشتغل عليه استني واحدة انا هقول له ايه سي ايه او ملف مضغوط تمام طيب ده كلها امتدادات بحيث ان تقدر تشغله عندك على الكمبيوتر بتاعك الشميل ده صفحة انترنت هايبر تيكست مرك اب بلانجوش هنا ده ملف مضغوط هنا ده ملف بيقدر شغل على الويندوز تمام طيب خلينا اقول له مثلا باكش كده ممكن الملف ده لو معمول كويس ممكن تقدر تبعته لأصدقائك ويبدأ انه يشتغل عليه ويبدأ الناس تعرف ان انت بتعرف في البرمجة ماشي طيب خلينا نفتحه او ده ملف مضغوط مضغوط ليه عشان يوفر المساحة شوي هدوس هنا راك كليك عشان افكه ويبدأ ان انا اشتغل عليه ده الملف اللي هو دوت تعالى بقى نسمي اللي كده ونبتح او قال لي اذكر الله هيبدأ يحمل تقريبا ثانية او ثانية ايه هنا علام التشغيل اول حاجة سألها لي اسمك ايه لو كتبت محمد مرحبا بك يا محمد لو كتبت اسم حد تاني مش هشتغل فساعتها انت كده عملت ملف محمي او ملف مثلا ممكن تحط فيه معنوات بتاعتك ومحدش يقدر يشوفها غير لما يكون يلتب الاسم صح او البصورة صح تمام فدي دي حاجة مهمة جدا ان احنا قدرنا نحول ملف بتاعنا لملف يقدر ان هو يشتغل او تحملها صفحة انترنت والناس تشوفها او تشغلها على نظام اسمه لينيكس او ممكن تجي هنا فيه انظمة كتيرة ممكن تشغل عليها تمام طيب عايزين بقى نشوف الاسئلة بتاعكم النهاردة وايه الحاجات وعايزين كل مرة تورو لنا انت عملت ايه المرة اللي فاتت اتفقنا اتفقنا سازها لوجي اوكي بس انا ما عمضيش الابديكيشن عشان هعمل حاجة لا هو الموضوع بسيط خالص بصي انا هبعتلكو انت معنا عتليجرام صح او او طيب هبعتلكو الموقع الموقع باش محتاج اي حاج خالص مجرد تدوس عليه هتشتغل معي زي الفل بدون ايشات خالص هحاول ابعتولك حتى عرشات دلوقتي خالص ماجهب انت مش انت بتعرفش شغل على سكراتش اب او طيب هو سكراتش كل اللي احنا خدنا النهاردة بتعمل على سكراتش بدون نقام شيء خالص كل اللي قلناه النهاردة الا 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 الفئلات دي كنت استخدمها في المدرسة مش عندي مش منازلها على حاجة في البيت طيب هبعتلك اللينكات لا تدار تنزاليها عندك على الموبايل وتدار تنزاليها على التابلت وتنزاليها على كمبيوتر زي ما انت عايز نعم شكرا. الفكر في البرمجة. اه صدر. محمد. اه صدر صدر محمد. اه احنا من جبن شكل الناي. انا شكل الدب دوب. اه. طيب بص انا انا بعتلكم لنك دلوقتي على الشيط. اول ما هتدوس عليه. اول ما هتدوست عليه هوت. تمام? هيفتح لك صفحة بالشكل ده. الدب دوب ده هتلاقيه شغال معاك وبدون اي مشاكل خلص. ستطوع عندك على الموبايل او تابلت او كمبيوتر. بحيث تقول ما انت فاضي? عايزت اغير شكله. عايزت اغير شكله? اه. تعال انغير شكله حاطر. اه غير لك شكل. عايز تحط ايه? تجي نحط قطة? عاطر عناية. طيب. خلينا نعمل قطة دلوقتي. بص باش ننسى حمل. اهي. شايف العلامة اللي تحت دي? هدوس عليها. واقول له ان انا عايز هنا قطة. دي كلها اشكال كتيرة جدا زي ما انت عايز. ماشي? وتقدر تحمل لو عندك عالكمبيوتر بتاعك. انا هكتبله هنا كات. كات. فجابلي كزا شكل القطة. يعني فيه قطة بتطير. حد ضربها فطارت. فيه قطة انشافها من فوق. تمام? اه. او انت كده تشاهد البلان او هنا بقى القطة العادية بتاعتنا خلينا نختار القطة دي عشان شكلها حلو اي بقى عندي القطة والدبدوك تقدر ان انت تشغلها مع بعض خلينا اعملها على البرنامج لان اتصالح ممكنكم مني اي هاجي هنا ادوس عليها اختار كات كات الشكل دول نخلي القطة دي تتكلم مع الدبدوب ماشي هنوقف البرمج اللي انا برمجدناها للدبدوب قبل كده هما الاثنين بابا موبيدين همت طيب القط بيبص يمين والدبدوب بيبص يمين كأنهما متخانقين فوقف عكات ايوة اقول تعالي طار ايوة 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 طارق 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 اعرف انا اعرف الزرار بس مش لاقى ايه مش عارف ليه تしょう اشخصين او مفروض فيها حاجة اسمه flip هو اعلمون ممكن نغيره من direction هنا بس انا فضلا هنغيرهم شكل ممكن بتقالي لو علمنا ع الشكل كله او اعلمنا عشا اهو لازم نعلم ع الشكل على الانلاين مفروش الخاصية دي اه تمام اهو كده احنا اعلمنا اهو خلينا بلوك هوت ماشي طيب كل واحد فيهم ببرمج لوحده يعني افعل ذات دوب دوت واسحب ذات دول كده واقول له مثلا قول هلو طيب لو انا قلت على الكات وقبت له اقول هلو هيحصل مشكلة ان هما الاتنين بيكلاه في نفس الوقت فهقول له لا استنى اه هقول له استنى سانيتين وبعد كده اقول له اقول له اهي طيب اقول له هلو واعمل صوت قطة ماشي طيب وده بش هيتكلم خليه تكلمه كمان عشان ما يزعلش هنخليه اقول صوت بتاعه وصوت بتاعه بشو حلو الصراحة تمام فانا كده خليت الاتنين يطلعوا صوت والاتنين يتكلموا وممكن تعمل فيلم الاتنين ده بيقول كذا وده بيقول كذا يعني ممكن مثلا ايه تحط جوحة والحمار بتاعه وهم الاتنين بيتكلموا مع بعض فعملنا قصة ينفع تسجلك فيديو ويبقى عندك فيديو انت اللي عامله اتنين بيتنقشوا مع بعض تمام وتقدر تسجل بصوتك يعني ممكن تيجي هنا وتقول له ريكوردس وتشغل المايك السلام عليكم خلاص هياخد دي طيب ممكن تقول له ايه انا عايز من اول هنا الهينا تبدأ تحرق وتقول له ايه ده الجزء اللي انا عايز السلام عليكم تمام سيف ماشي فده هنا هنروح ريكورد وان السلام عليكم واضحة الفكرة تقدر بتعمل الالعاب حلو زى كده محمد ماشي عايزينك المرة الجاية وورينا حاجات انت عاملها اتفقنا بستار اه واحد ينفع نقسم الصوت ينفع تقسم الصوت اه ينفع ايه المشكلة يعني بصوا انت تعلم سجل تاني كده اه ريكوردس بسم الله بسم الله بسم الله عايز تحذف حاجة ممكن تحذف كده الجزء ده هيتحذف تمام اه وعادتها على التابلت والموبايل فيه امكانية ان انت تتحكم في الصوت وكل حاجة تمام 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 فيه اي مشاكل لا لا كده تمام تمام المرة الجاية تورنا حاجات تعملتوها طيب ممكن تجي هنا وتغير اللغة العربية لو انت عايز عربي موجود اللغة العربية هيقفل ويفتح بس وتبقى الوجهة كلها بالعربي تبقى لو انت عايز عربي او انجليزة او اي لغة هينسح اي حاجة صح كل حاجة موجود هاي بس تتحاولك كلها بالعربي اي تمام بس انا من صراحة بشتاوط على العربي فبطلغبك كتير انا بالانجليزة بطلغبك هاشي اهو هتقوله بقى رجع انجليزي هيرجح لك انجليزي هل هناك اي مشاكل؟ نعم خلاص شكرا الف شكر وان شاء الله نشوفكم كل جمعة ساعة ربعة بإذن الله شكرا لكم شكرا لكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم